بكرة في مباراة كنت بقى يعني ونحن في الفاصل كده بفكر ماذا لو انه في قناة واحدة بس بكرة على سطح الكوكب هي اللي وقده حق إذاعة مواجهة باي ميونيخ وباشلونة انت متخيه حجم العوائد ممكن يكون عامل ازاي هي قصة كده واللعبة كلها كده الحقيقة ازاي يكون عندك بطولة نكحة ازاي يكون عندك فرق على اعلى مستوى بطولة منضبطة بطولة فيها كل معايير النجاح سواء كواليتي البس الفضائي سواء مستوى التحكيم سواء شكل الملاعب الإضاءة الباكتج المرتبط بالكواليتي اللعيبة اللي موجودة القوة المنافسة اللي موجودة جوال بطولة هنا تقدر تعمل فكرة الماركتينج وانك انت تسوى ودور على حقوق رعاية وفكرة انك انت تبيع في كل ريجين او في كل زون او في كل منطقة يعني في العالم حقوق البس بشكل من الاشكال للبطولة دي ما بقولش ان احنا نبدأ عطول دوري انجليزي لكن اقل نبص حوالينا وصله فين ونحاول نفكر زيه بكرة عندنا مين بقى بكرة عندنا طبعا مباراة المباراة الاهم على سطح الكوكب يعني اكبر نسبة مشاهدة بكرة هتكون بالتأكيد لمواجهة بايم يونيخ وباشلونة وده يعتبر هي اختبار قوة ودي يمكن كجزء من تصريحات جوليون ناجزمن مدير الفني لبايم يونيخ هو طبعا كلموه طبعا مباشرة كده رأيك في ليفندافسكي مع البارسة وشايف ازاي مباراة بكرة وشايف ازاي ليفندافسكي في مواجهة بايم يونيخ ورجع كلم قالك يعني بمنطقة صراحة برضو الالمين دول قالك برشونة مش ليفندافسكي بس برشونة فريق مميز جدا السنة دي عنده تجربة اكتر من رائعة عنده سكواد محترم جدا ورجع لنفس بريق او نفس قوة برشونة اللي احنا نعرفها في اوروبا فبالتالي اللقاء بكرة هيكون في منتهى القوة وصعب ان يبقى فيه توقعات لكن في النهاية اللقاء ده مهم جدا وتوقيته مهم جدا بالنسبة لنا الراجل بيتكلم على سام باير ميونيخ واحد من اكبر انديت اوروبا والمانيا بيقول اللقاء مهم جدا بالنسبة لنا عشان نعرف احنا واقفين فين احنا محتاجين ان احنا ناخد تجربة قوية عشان نعرف باير ميونيخ احنا واقفين فين وبالتالي اعتقد طبعا فيه تاريخ مواجهات كبير هيكون ليه تأثير على مطش بكرة اهمهمه طبعا التمانية اللي شالها برشلونة في وجود ماسي طبعا وجود ليفندفسكي قدام جماهير الالينز ارينا بكرة في صفوف برشلونة هيبقى ليه طعم الى حد ما مختلف شكل البارسة السندي مع تشابي السكواد الميركاتو القوة القدرة والقوة الهجومية اللي ظهر بيها في الليجة الاسبانية السندي محتاج ان احنا نعملها تاست عشاء البارسة يعني محتاجين يتطمنوا ان القصة مش قصة دوري اسباني لانه برشلونة بالسكواد ده طبيعي جدا انه يبقى عن طب يبقى يعني يبقى منافس يبقى في مكانته الطبيعية وبينفس على لقب زي لقب الليجة لكن برشلونة في اوروبا مع الكبار هيعمل ايه برشلونة مع البيرن برشلونة مع السيتي برشلونة مع البي اه جي لقاءات تتمنى انها تحصل لقاءات تتمنى انها يعني انك تستمتع بيها ويكون اولها بكرة طبعا اللقاء الاهم اللي هيجمع بين العملاق البافاري باي ميونيخ وعملاق كتالونيا برشلونة عندنا ايه تاني عندنا ماتش يهمنا وخصوصا يمكن ما كانش فيه فرصة ان احنا نعلق ماتش كان يوم الاربع واحنا بنبتدي معاكم نقابلكم كل يوم سبت فالحقيقة يعني انا ماتش ماتش نابوليو ماتش ماتش ليفر بول اللي حصل في الشامبينز ليج ده كان محتاج وقفة كبيرة جدا ازاي ليفر بول اللي مفنش السنة اللي فاتت وصيف دوري ابطال مفنش وصيف بريمير ليج وكان قابق قوسينا او قادنا زي ما بيقولوا منه يتوق باللقبين يعني كانوا قريبين جدا منه كان افضل من ريال كتير جدا في المباراة النهائية وكان اخطر من ريال في المباراة النهائية ورغم ذلك لم يتوق وكان لغاية يمكن دقايق قبل ما البطولة كلها تنتهي قريب جدا من تحقيق لقب البريمير ليج وضع منه في اخر لحظة لكن السؤال الاهم ازاي ليفر يعني الموسم ده اربعة واحد من نابولي هزيمة تقيلة جدا 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 ومش من فريق يعني مصنف مش بنتكلم على بي اجري مش بنتكلم على ريال مادريد مش بنتكلم على بايا ميونيخ في النهاية نابولي من فرق الوسط في البطولة الايطالية فالهزيمة كانت قاسية جدا بكرة ولابد من تصحيح ما عندوش خيار تاني بكرة في مواجهة ليفر بول مع ايكس ما عندوش خيار تاني انه يصحح من اوضاعه وفيكتوريا بلزن في مواجهة انتر ميلان عندنا سبورتينج بيشبونا في مواجهة توتنهام عندنا بايلي بيركوزن في مواجهة اتلاتكو مادريد عندنا مارسيليا في مواجهة فرانكفورت وعندنا بورتو في مواجهة كلاب بروك ديمة اشتركوا في القناة